قبل أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً كان يدعوهم للإسلام وإذا لم يسلموا يعمرهم بأن يكونوا تحت الدولة المسلمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرأة واحدة لم يقتل طفل لم يقتل شيخ كبير في السن ولا راهب ولا عابد ما خربوا البيوت ولم يخربوا الكنائس كان الصحابة رضو الله عليهم إذا دخلوا قرية لا يخرجوا منها إلا وأسلم كل القرية إذن لابد أن نتعلم السنة لابد أن نعلمها الناس نرب الأولاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كل فضل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل يلحق بالأمة وهم نحن ولله الحمد منها إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء رسول عليه وسلم منها أن الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من إسراء ومعراج فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات المفروض الخمس صلى بمكة ثلاث سنين ولد بمكة عليه الصلاة والسلام وحاجر إلى المدينة عندما تهاجر عندما تهاجر أنت لو أردت الهجرة من بلد راوندا مثلا إلى أي بلد مثلا أول شيء تفكر في ماذا تفكر في ماذا في السكن في بيت عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أول شيء صنع ماذا صنع بنا بيت لا بنا أول مسجد بنية في الإسلام مسجد قبا ثم بعد أن بنا مسجد قبا بنى بيته لا بنى المسجد النبوي وبعد هذا بنى بيته لا بنى بجانب المسجد حجرة متر ونصف في متر ونصف نبي الأمة يسكن في حجرة صغيرة متر ونصف في متر ونصف إذا أراد أن يصلي في الغرفة وعائشة نائمة رضي الله عنها في الغرفة لا يستطيع يسجد لا يوجد مكان لابد ترفع رجليها حتى يستطيع يسجد عليه الصلاة والسلام جاءت الأموال جاء الخيارات لم تتوسع هذه الغرفة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ماذا يريد يريد الدنيا إذا لابد الأمة تعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا يعرف أن الدنيا ليست دار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى من؟ إلى العرب لا إلى أهل الجزيرة عربية إلى الإنس لا بعث إلى الثقلين الجن والإنس ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا كافر كفرا أكبر مخلط في النار خلود أبدا إذا لابد أن ننصح الكفار ننقل لهم الدين نخاف عليهم من النار نعلمهم السنة نذكر لهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا عنصرية في الإسلام لا قومية في الإسلام لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى الله من الصحابة بلال الحبشي سلمان الفارسي لا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عربي وغير عربي الكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجتمع الأمة نجتمع على عبادة الله نعبد رب واحد كان الناس يعبدون الأصنام والأشجار أمرهم بعبادة رب العالمين شريعة واحدة دين واحد قبلة واحدة كتاب واحد أمة واحدة لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوالح عليهم ولا نفترق ترجمة نانسي قنقر